ما زال وباء كورونا يواصل فتكه بالعراقيين ويتسبب بنزيف المزيد من الأرواح وسط تصاعد حالات الإصابة لأسباب عديدة يتقدمها الفشل الحكومي في التعامل مع الأزمة وانهيار المنظومة الصحية في البلاد وانتقد متابعون للشأن الصحي ما أسموها الطريقة البطيئة والفاشلة التي يتعامل بها وزير الصحة حسن التميمي مع وباء كورونا وقالوا إنها تنذر بكارثة ضخمة في كل أنحاء العراق وتحول البلد إلى بورة للوباء على غرار إيران مجددين مطالبتهم بإقالة الوزير وتعيين فريق عالي المستوى لإدارة الأزمة بحرفية للتخلص من حالة الفوضى التي لا يعرف معها موعد غصول الوباء إلى نقطة الذروة ويؤكد أطباء ميدانيون أن الواقع الصحي المتردي وسوء الإدارة يقفان خلف انتشار الوباء بقوة حيث كشفت الأزمة عن ضعف استعدادات وزارة الصحة وعدم استجابتها السريعة للتعامل مع الأزمة إذ تفتكر أغلب المستشفيات إلى المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية الضرورية التي تسهم بشكل أو بآخر في تقليل خطر الفيروس وإنقاذ حياة عشرات الآلاف من المصابين والأخطر من ذلك هو تحول المستشفيات إلى مصدر الانتشار الوباء بسبب الاختلاط وغياب أماكن كافية لحجر المصابين ناهيك عن الإهمال الطبي تقليل لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكد أن مئات الأطباء العراقيين أصيبوا بالفيروس وحتى عندما تظهر عليهم الأعراض يطلب منهم الاستمرار في العمل لحين ظهور نتيجة الفحص التي قد تتأخر لأسبوعنا وأكثر ما يعرض حياة زملائهم والمرضى للخطر ومؤخرا غيب كورونا أسطورة تكورات القدم العراقية أحمد راضي والمدرب علي هادي بعد صراع مع الفيروس بسبب الإهمال الصحي ونقص المعدات الطبية المخصصة لمواجهة الوباء وأشعلت وفاة راضي وهادي شرارة الغضب في الشارع العراقي حيث خرج متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإقالة وزير الصحة متهمين الحكومة بالتسبب في قتل العراقيين عبر سوء إدارتها للأزمة موسيقى موسيقى موسيقى